لا يمكن الموافقة على الحجب التامي لشبكات التواصل الاجتماعي آمل وليستمر هذا الوضع طويلا بهذه التغريدة انتقد الرئيس التركي عبدالله قول حجب التويتر في بلادها تغريدة تأتي عقب أمر أصدره رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يقضي بحجب موقع التويتر وذلك على إثر تسريبات تتضمن تسجيلة خاصة بفضيحة الفساد التي طالته عائلتها صحيح أننا علمنا بالكثير من الأشياء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لعدم وجود رقابة فبإمكاننا تخلص من هذه الرقابة من خلال هذه المواقع لذلك كانت هذه هي ردة فعل بعض الأوساط على هذه المواقع الاجتماعية خبر حجب موقع التويتر تصدر الصفحات الأولى لمختلف الجرائد التركية خبر يبدو أنه أثار غضب الشارع نحن في القرن الواحد والعشرين غريب حقا ما يحدث التاريخ يعيد نفسه ففي الماضي تم منع آلة طباعة هنا في بلدنا كان ممكنا أن يتم منع آلة أنذاك حاليا لا يمكنهم منع الأنترنت هذا مستحيل في كل الأحوال حتى وإن منعت وهناك طرق عديدة للوصول إليها بعد ساعة من أعلان حظر تويتر تم اختراقه في فترة وجيزة لكن ذلك سيزيد المخاوف من تقييد حرية التعبير في تركيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر برا بيراktار Euronews ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر